ننتقل هلأ يا ميس للتدريب السادس من صفحة 39 بالكتاب التدريب السادس بحكيلي أركب من المقاطع كلمات ثم ألفظ إذن أول شي أنا بدي أقرأ المقاطع أقرأ الأحرف بعدين حسب اتجاه السهم أكون منهم كلمات بعدين يا ميس أكتبها بعد ما أكتبها أقرأها نرى يا ميس المقطع الذي لدي نقرأ يا ميس أشهد المقطع؟ قا أشهد المقطع؟ قا ممتاز مطويل أقوى قا ممتاز نقرأ الأحرف سي مال قا ري قا دي مال دي مال هلأ يا ميس المقطع الأساسي لدي المقطع قا أريد أن أرى أين أتجاه الأسهم؟ أرى كيف أكون منهم كلمات عندي المقطع قا نرى أشهد يا ميس سي مون نرى أتجاه الأسهم نرى أتجاه الأسهم قا سي مون قا سي مون شو صرت يا ميس؟ قا سي مون إذن من المقطع قا سي مون كونت كلمة قا سي مون شو كونها كلمة؟ قا سي مون نكتبها يا ميس قا سي بعدين يا ميس بنحط الحركات سي مون الاس يا ميس من الحروف المتصلة عشان يك يا ميس اتصلت مع الحرف البعدة اللي هو المون شوف كيف يا ميس؟ أما الأا من الحروف الرافسة لا شبكتها مع الاس ننتبه عند الكتابة إذن أول كلمة كونتها من المقطع قا سي مون كونت كلمة قا سي ننتقل يا ميس ل الكلمة الثانية نراكم كيف نكونها من هذا الحروف اللي إنا عنا حسب تجاه الأسهم هاي تجاه الأسهم المقطع الأساسي ماها يا ميس؟ ما هو الفلساسي؟ قا المقطع قا هيا نكون منه ما هو الحرف اللي بجنبه؟ ري اللي بعده؟ بن قا ري بن قا ري بن ما تكون كلمة؟ قارب ما نكون منها كلمة؟ قارب هون نكتب كلمة قاربن قا مقطع قا ري حرف الار يا ميس من الحروف الايش؟ المفصلة او الراقسة اشبكوا مع الاب؟ لا بنحط الاب لحال معه؟ تعرفين الضمبن اذا كونت من المقطع قا ري بن كلمة قاربن ننتقل للكلمة الثالفة يلا يا ميس شو المقطع الاساسي؟ قا لا ليس حسب اتجاه الاسهم قا دي مون كمان مرة قا دي مون شو بسر يا ميس؟ قا دي مون نكتب كلمة قا قا دي قا دي مون المقطع قا مع الحرف ري و بون قاربن المقطع قا مع الحرف دي و من قا دي من اذا الكلمات قاسم قاربن قا دي من بعد يا ميس ما كولنا من المقاطع والحروف كلمات و كتبناهم و قرأناهم خلينا نلعب هلا مع بعض يا ميس لعبة تركيب المقاطع عن طريق ايش؟ الزأفة شو رأيكم؟ اليوميا الكلمة الأولى كلمة قاسيموني يلا يا ميس قا سee مون كاسيمون ممتاز الكلمة التانية قاربن يلا يا ميس كمان من رأسي يلا قاسيمون يلا معنا يا خالد ممتازين معنا الطالب الحلوة بنان بنان نملي عليك حرف القار مع المدود القصيرة مع المدود الطويل ومع التمين جاهزة يلا يمس نكتب اق مع السكون مع السكون يا نس ايوه مع الفتحة مع الضم مع ايش هلا ممتازة يلا هلا مع المدود الطويلة برافو قوب ممتازة قي رائعة طيب هلا مع التنوين قن مع تنوين الضم قن مع تنوين الكسر رائعة وقن مع تنوين الفتح وقن مع تنوين الفتح محمد 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 بده نقلك حرف القار مع المدود القصيرة مع المدود الطويلة ومع التنوين جاهز يمس يلا يمس نكتب حرف الاق يلا اق معناته مع السكون رائع قه شو ما نحط عليها حركة محمد محمد قه ممتاز مين الحكا انت ممتاز بسعلي صادك برافو قه شو بكون حركتها ممتاز قه رائع شو حركتها رائع بس نكبر خطنا شوي ماشي يمس لانه هذا اللوح هلا مع المدود الطويلة قه كبر كبر خطك عادي كبر كبر ممتاز قه ممتاز قه قه رائع حمودة رائع نمس خطك مرتب هلا مع التنوين قن يلا مع تنوين ايش اسمه قن اه ايش اسمه تنوين الضم يلا قن اق وعلى تنوين الضم لا قن مع تنوين الضم يمس اق وعلى تنوين الضم عليها الضمتين خد يمس يلا امسا يلا نكتبها اق 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 زي هدول وكم ضم من نحط عليها كم ضم ممتاز نحط عليها ضمتين طيب قن مع تنوين الكسر قن تنوين الفتح يلا باكم تنوين المنز حالة انه يقص عليها ممتاز ممتاز رائع نزقق او حاملة حمودي برافو ليس اقصر كلمة احبو اقصر كلمة يلي ابد الرحمن بدي املي حرف القاف مع المدود القصيرة ومع المدود الطويلة ومع التنمية جاهز تمام؟ يلا نكتب حرف الاق يا ميس مع السكون نكتب ق نكتب شكل صح يا ميس يلا نكتب ق مع الفتحة ق مع الضمة ق مع الكسرة ق مع المدد الطويل ممتاز ق رائع ق ممتاز هلأ مع التنمية قن يلا مع التنمية الضم تنمية الضم ممتاز قن مع تنمية الكسر رائع رائع قن مع تنمية الفتح رائع يامس زائف لحوم زائف لحوم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة